أهلا بكم عادت كنيسة القيامة تفتح أبوابها لكل الحجاج القادمين من أنحاء العالم بعد قرار تاريخي اتخذته الكنائس في القدس بإغلاق أبوابها رفضا للقرار الإسرائيلي بفرض ضرائب على كنائس المدينة المقدسة وعقاراتها وممتلكاتها التقرير التالي يصلت الضوء على مجريات القرار أعلن غبطة البطرييرك ثيوفيليوس الثالث بطرييرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين أنه تقرر إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة بعد إغلاقها بقرار من رؤساء الكنائس في القدس احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الكنائس وعقاراتها من خلال قرار فرض ضرائب المثقفات على الكنائس وممتلكاتها والحجز كذلك على حسابات الكنائس البنكية وقال غبطته أن تراجع السلطات الإسرائيلية في قراراتها سمح لنا بإعادة فتح أبواب الكنيسة القيامة حيث أعلننا حين إغلاقها بأننا لن نتراجع عن خطواتنا الاحتجاجية إلا إذا تراجعت إسرائيل عن قراراتها ومشارعها وأوضح بأن الكنائس لم ترغب يوما بأن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه لكن التمادي في محاولات استهداف الكنائس دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة نادرة الحدوث في تاريخ كنيستنا وأشاد غبطته بالدعم الذي طلقته الكنائس في هذا الموقف من جلالة الملك عبد الله الثاني بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس حيث دع جلالته الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة وبعد انتهاء الأزمة قام المقدسيان وجيه نسيبة المسؤول عن فتح وإغلاق كنيسة القيامة وأديب جود الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة وحامل ختم القبر المقدس بالحضور فجر الأربعاء الماضي إلى الكنيسة وسلم الحسين المفتاح لانسيبة الذي قام بدوره بفتح بابها الرئيس الذي كان يقف أمامه العشرات من الحجاج المسيحيين القادمين من خارج الأراضي الفلسطينية والمصلين من أبناء الرعاية حيث رفعوا الصلاة فيها بعد إغلاقها لثلاثة أيام ومنذ ذلك اليوم تمتلئ ساحة الكنيسة بالحجاج والمصلين الذين يقفوا على أعتابها وبابها مرددين التراتيلة وحاملين الصلبانة والشموع وكان القرار الإسرائيلي ضد الكنائس المسيحية في القدس وما تلاه من غلق لكنيسة القيامة قد أثار غضبا عربيا وعالميا واعتبر محللون ونقاد أن إغلاقها لو استمر أمر مأسوي لما سيلحقه القرار من ضرر كبير على السياحة في الأراضي المقدسة حيث تعتبر هذه الكنائس الوجهة الأولى للحج المسيحي كما تبقى القدس منارة للإنفتاح على العالم ورمزا للتعايش والتسامح في العالم كله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر